نختتم جولة مرسلين في الرادار من لبنان وتطور جديد بشأن الشغور الرئاسي اتقل رئيس مجلس النواب نبيه بري أن أبواب المجلس النيابي ليست مغلقة أمام جلسة انتخاب الرئيسي للجمهورية مشيرا إلى ضرورة وجود ترشيحين جديين على الأقل للرئاسة ورفض بري مواصفها بالتهديدات والضغوط لدفعه لعقد جلسة للبرلمان لانتخاب الرئيس يتي ذلك فيما تسعى المعارضة بما فيها الأحزاب المسيحية للاتفاق على مرشح واحد هو الوزير السابق جهاد زعور في مواجهة مرشح حزب الله وحركة أمل رئيس طيار المرادة سليمان فرنجية من بيروت معنا مرسلتنا دارين الحلوي دارين إذن بري يختار التصعيد أين يقودنا هذا لا شك أن بري استخدم هذا المصطلح أو هذا التصنيف في محاولة للرد على محاولة تطويق الثنائي الشيعي من خلال المبادرة التي يقوم بها في هذه الأثناء الأحزاب المسيحية تحديدا الأحزاب المعارضة والتي نتوقع أن تعلن خلال ساعة تبنيها وأن بشكل منفصل ولكن متزامن تبنيها لترشيح جهاد أزعور مدير صندوق نقد الدولي في منطقة الشرق الأوسط طبعا في هذه المحاولة هناك تطويق للثنائي الشيعي ومحاولة لفرض أجندة القوى المعارضة على الثنائي الشيعي الممسك بالمؤسسات الدستورية ولكن إلى أين ستقود هذه المبادرة لا شك أنها ستقود إلى مزيد من التصعيد لأن الجميع يعلم بأنه وفق الألية العمل اللبنانية في السياسة لا يكون هناك ممارسة للعمل الديمقراطي تحديدا للاستحقاقات الدستورية بغياب تسوية تأتي بتوافق معظم الكتل السياسية بالتالي أي مواجهة ستؤدي إلى اصطفاف عمودي جديد لكنها قد لا تؤدي بالضرورة إلى إنجاز هذا الاستحقاق طبعا بانتظار الدعوة إلى جلسة انتخاب رئيس للجمهورية هناك أكثر من سيناريو يجري تحليله فيما إذا كان هناك حضور ويعني إنعقاد للجلسة عبر تأمين النصاب الدستوري في الجلسة الأولى في الجلسة الثانية ما هي الأصوات التي ينالها أي من المرشحين لأن الجميع يعلم بأن الجلسة إن انعقدت لا يكون أمامها أي احتمال لانتخاب أي من المرشحين نعم شكرا جزيلا لك داندارين الحلوي مرسلتنا من بيروت ترجمة نانسي قنقر